اشتركوا في القناة تاريخ وحضارة الآن يعني يتبادر ذهن أي واحد يقول لك الأردن يعني الآن مساحته 80 ألف كيلومتر مربع لازم نحن حقيقة نميز ما بين العمق التاريخي والواقع السياسي الواقع السياسي هيك لكن العمق التاريخي ماذا نحن نتحدث عن العمق التاريخي ولا نتحدث عن الواقع السياسي الأردن كان عنده يعني إذا أردت أن تدرس الأردن يجب أن تدرس الأردن من عدة كيانات الكيان الأول الكيان التاريخي الكيان الثاني الكيان الجغرافي الكيان الثاني الثالث الكيان الاجتماعي القبائل والناس الكيان الرابع هو الكيان السياسي الآن الأردن كان فيها كان كيانها الجغرافي واحد الاجتماعي واحد يعني كلها عشائر بعضها قبائل بعضها وكلها ثمود وكلها رفائيين وبطون هنا وهناك وكلها منطقة جغرافية واحدة لكن الكيان السياسي كان في عدة كيانات سياسية كان عندك المملكة الأدومية مملكة مديان مملكة مؤاب مملكة عمون مملكة بيريا مملكة بلعام مملكة باشان هذه كيانات سياسية كيانات سياسية أو عنوين سياسية فالكيان السياسي في القديم كان يعني متمم لبقية الكيانات بمعنى عندما كان يحدث أي خطر على أي كيان هذه الكيان السياسية وهذه الممالك السياسية الأردنية كان جميع الملوك يفزع مع بعض لم يسجل التاريخ صراع ما بين الممالك الأردنية إلا في حالات نادرة ووحدة منها في زمن الملك ميشع عندما أجبرت المملكة اليهودية مملكة آدوم أن تنظم إليها لتحاصر قلعة الكرك ما كان من الملك ميشع إلا وأخذ أرسل مئات من القوات الخاصة تبعته من النخبة وراحوا أسروا قادة اليهود وقادة الجيش المحاصر وذبحوهم على الصور وراحوا في التوراج بقولوا أنه قتل ابنه ولي عهده علما بأنه لم يوجد في تاريخ الأردن القديم إشي اسمه ولاية عهد لأنه الملك كان ينتهب من قبل الملأ وحتى في القرآن الكريم عندما يتحدث يتحدث عن الملأ قال الملأ أيها الملأ افتوني في رؤيانكم الملأ الملأ اللي هو يعني مجموعة رجالات الدولة الكهنة والسحرة والشوخ والزعماء حتى في مسلة ملك شبيرشع بيحكي أنه أنا جمعت كبار وزعماء بلاد مملكة مؤاب فإذا كان الكيان السياسي بالنسبة لهم كان متفرق متعدد لم يتوحد الكيان السياسي الأردني إلا زمن الأنباط زمن الأنباط أصبح كل الكيانات السياسية طبعا هي تلاشت يعني عندك مثلا الأدومي كلهم يجتمروا ما لا يقل أربعة سنة أربعة تلاف سنة شو بيقولوا أنا بالكتب اللي درسوها ويحطوها على الجوجل بيقول لك استمرت ألف ومئتين سنة هذا كلام مو صحيح ماذي مملكة أردنية يعني استمرت أقل من أربعة تلاف سنة لأنه كان كل مملكة عندها اكتفاء ذابتي كانت بلاد كلها خيرات الجنات تجي من تحتها لأنهار يعني لما تقرأ التوراة يقول لك أن الميشع يعني مملكة مؤاب كانت تدفع مئة ألف كبش كل سنة طب هذا قد يش تكون عنده حلال قد يش تكون عنده رزق قد يش تكون عنده كذا وكان طبعا القوافل اللي تأتي إلى الأردن ويبيعهم وصلوا إلى درجة متقدمة والزراعة وزراعة القطن وقصب السكر كلها تزرعوا الأردنيين قداما وساوا السدود وساوا كذا فأجي الأنباط عمروا وعادوا تعمير المنطقة وساوا كيان سياسي نبطي أردني شامل للجميع فإذن لما تحدث عن أردن تحكي عن كيان جغرافي اللي هي المنطقة الجغرافية اللي تشمل من شمال من تخوم تسمه الربع الخالي إلي أن تصل لغربي أريحة الجبال القدس ومن الجنوب طبعا من شمال الحجاز إلي أن تصل لنهر الليطاني هاي المنطقة هاي الكيان الجغرافي وقامت عليه عدة كيانات سياسية من جملتها مملكة الهوكسوس التي كانت عاصمتهم في طبقة فحل وكانوا يحكموا شمال ما يسمى ببلاد كنعان ثم سميه فيما بعد فلسطين وكانوا أيضا يحكموا إجة الباشان وأخذ جزء منهم وبقوا هما مقتصرين على منطقة شمال فلسطين إذن الأردن كان له هوية جغرافية كان له هوية سياسية كان له هوية ثقافية كان له هوية اجتماعية عشائر كانت العشيرة تنتقل مكان إلى مكان كان مثلا ميشا عندما حارب اليهود انضمت إليه مجموعات كبيرة من عشائر كل عشائر الممالكة الأردنية لما أجوا بعد ما خلصوا أعطى سلمهم الأراضي وسلمهم البيوت التي كان يملكها اليهود من قبل وأصبحوا مواطين عديل لأنهم مواصن أردنيين فلما نقول والله يا أخي المملكة الأردنية نقول لك يا أخي ما كان فيه أردن طيب والأردن صاروا 12 ألف سنة قبل الميلاد يعني أنت تحكي على ألف سنة قبل الميلاد أو ألفين سنة قبل الميلاد معنى قبل عشر تلاف سنة كان إشي اسمه أردن وهذه أرض أردنية يعني شلون ولذلك إحنا بالنسبة لنا حبيت أحكي أن الكيان الأردني وكان عنوانهم السياسي مع المملكة يعني نظام الحكم في المملكة الأردنية نظام عجيب غريب ملك وينتخب ملك وينتخب لمرة واحدة فهذا شيء يعني إشي مش معقول يعني هذا تقدم على كل الديمقراطيات الحديثة اللي من نهون كمان لألف سنة ما بتصد المستوى اللي وصلوا الأردنيين عندما كانوا يعبدون كاموش وملكوم وذو الشراء يعني عبادة الأسلان كان عندهم عقل نير كان عندهم فهم سياسي كان عندهم معرفة طيبة كان يعرف فلذلك نشأ المثل الأردني القديم الذي لا زال إلى الآن متداولا أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على غريب فكل هذه الممارك الأردنية كل واحد ينظر للثاني أنه ابن عمه وبالتالي هو قد يعني يصارع مملكة مجاورة له لكنه لما يأتي خطر من الخارج يلتزم الوحيد اللي يشد عن هذه القاعدة هو الملك حشبون كان مع اسمه عاصمة في حسبان وهو ملك العموريين يعني طبعا حرف العين حرف العين يلفظوا العاجم يعني غير عرب بعين بألف العموريين يقولون هم الآموريين عرنون اللي هو اسمه عرنون عرنون هو راز الجبل اللي هي القرية اللي شرقي ذيبان وسمي وادي عرنون أو وادي عرنون نسبة إليها فإذا إحنا لدينا كيان جغرافي وكيان اجتماعي وكيان تاريخي منذ آلاف السنين كأردنيين هذا أدى إلى صنع ما يسمى بالهوية الأردنية وبالثقافة الأردنية والهوية الأردنية عندما نتحدث فيها إنما نتحدث عن شيء عميق آلاف السنين في عمق التاريخ وبالتالي لسنا طارئين لا على الحياة ولا على الجغرافية ولا على الوجود وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر